وينضم إلينا من نابلس خالد بدير مراسل الغد أهمية هذه الخطوة خالد نعم أهمية القرار الذي نطقت به اليوم محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية وهو ببطلان وعد بلفور باعتباره مخالف للقانون الدولي وأنه لم يترك المجال للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وأن هناك الكثير من الانتكاسات والمآسي والمعاناة التي ترتبت على قرارات الانتداب البريطاني في الفترة الممتدة من العام 1917 إلى العام 1948 لحقت أثارها بالحياء المجتمعية الفلسطينية وما ترتب طبعا على ذلك بإقامة وطن قومي لليهود على الأراضي الفلسطينية التجمع الوطني للمستقلين أكد أن هناك خطوات متتالية القرار الفلسطيني القضاء على وجه التحديد بمصاره القانوني والشعبي سينطلق نحو تدويل القضية هناك تم التعاقد مع مؤسسة للمحاماء والقانون في بريطانيا على أن يتم تقديم هذا القرار القضائي في واحدة من المحاكم البريطانية من جهات طبعا الإختصار هذه هي الخطوات التالية؟ نعم الخطوات التالية بالفعل هي أمام تدويل للقضية في المحافل الدولية واحدة منها كما أشرط في المحاكم البريطانية وسيكون جزء منها كما أشرط قانونيا وأخرى شعبيا بأنه سيتم محاكاة الشعب البريطاني بما اقترفته الحكومة البريطانية وأخرى ستتجه باتجاه المحافل الدولية بصورة عامة من خلال حجد شعبي فلسطيني مؤسساتي كما كان لهذا اليوم بتمثيل هذه القضية التي نطقت باسم الشعب الفلسطيني في محكمة بداية نابلس للتعريف العالم وإبقاء العالم على اتصال وتواصل في ظل هذه المعاناة المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ليس فقط من وعد بلفور ولكن في حكمة ما بعد بلفور وإقامة الوطن القومي اليهودي وطبعا على التنكر إسرائيل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني في ظل طبعا دعوات دولية لإقرارها على أرض الواقع نعم خالد بدير مراسل الغد كنت معنا من نابلس شكرا جزيلا لك